ونبقى في ملف الخدمات البلدية حيث يستغرب سالكو الطريق من جسر تكريت إلى مركز المحافظة باتجاه بغداد عدم تأهيل هذا الطريق رغم مناشدات متكررة مؤكدين أنه لا يستغرق وقتا ولا يتطلب جهدا كبيرا وأشاروا إلى أن الطريق البديل عن مجسر الدل وسط تكريت يشكو تخسفات وأرضية ترابية تصعب حركة مرور الشاحنات والسيارات الصغيرة رغم أنه يعتبر الملفذ الشرقي للمحافظة مع كركوك وأقليم كردستان المواطنون يطالبون بلدية تكريت ردم التخسفات وقشة الطريق وتعديله بالحد الذي يمنع تصاعد الغبار ويعطل حركة الناس إذا لم يكن تعبيده ممكنا والله يا أخويا العزيز المفروض هو المقاول من يأخذ هذا المقاولة ويأخذ هذا الشارع لازم يهيئ شارع بديل قبل أن يفلش ذاك الشارع حتى حتى الناس تروح وتجي سياراتنا تبهدل سياراتنا قمنا نصلح تصليحات الفيترية وتعال ودي وجيب هذا مصحيح هذا المفروض هذا الشارع قبل لا يفلش ذاك الشارع المفروض هذا الشارع يتبلط ويتجهز للمواطنين الرايحة والجاية فأنصح أنه أنصح حتى يصير رزقك حلال حتى يصير يعني تكون تقدم خدمة للمواطنين تقدم خدمة للشعب فأرجو أنه قبل قبل كل شيء تهيئ شارع طبعا هاي التحويل الغازم تتبلط يعني مو وضع أي محافظة كاملة كل هاي يطب منها اللي يطلع الكاركوكي دا يطب منها اللي يرجع منها يروح البغداد دا يطب منها تحويلة انتوا سويتوها يا أخي بلطها بلطها والله العظيم سياراتنا انهجمت احنا أصعب هاي المحلات اللي هنا اللي نشتغل هنا يعني هاي محلاتنا كل يتاوقف وقف رزقنا كل يتا انقطع من ورا هذا الجسر حسا أخي سويت تحويلة وخلي مجال السيارات للعالم يعني هاي التحويلة كلها مطبات كلها طسات شارع مفلشة مكسرة مو وضعية حين موضوع المجسر حين موضعية شو طالب المحافظة القليلة بينما يخلص الجسر يتبلط هذا الشارع أو يتعدل يتعدل وينحدل بحيث العالم يشلع قلوبها ترى الله واجه ازدحامات والسيارات والشرع شوية تعبان يعني طسات يعني على قلوبهم بلطينة شوية هذا الجسرهم الحمدلله والله جاء يشتغلون وعافية عليهم بس يعني لو يفتحونه تالا موروا شوية ترحم شوية تاريخ